اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل وجلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اكد ان يوم الشهيد البحريني والذي اطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مناسبة جليلة احتفي من خلالها بمن انارت ارواحهم سماء البحرين وتعطرت ارضها من طيب اجسادهم الطاهرة والتي ستخلد في مشهد من مشاهد العزة والكرامة وبذل الارواح في سبيل الوطن مشيرا سموه الى ان يوم الشهيد يمثل تخليدا ووفاء وعرفانا بالضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وابنائه البررة الذين وهبوا ارواحهم لتظل راية مملكة البحرين عالية خفاقة وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجها وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة يوم الشهيد البحريني في مشهد عظيم يمثل اقصى درجات الوفاء لشهداء البحرين واعتزازا بتضحياتهم في سبيل رفعة راية البحرين وجعل المملكة واحة امن وامان اطلق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مبادرته الرائدة والنبيلة باقران يوم الشهيد البحريني مع يوم تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد لتكون مناسبة وطنية هامة نستذكر من خلالها ما قدموا بارواحهم في سبيل البحرين واشار سموه الى اننا في مملكة البحرين لن ننسى تضحيات شهدائنا الابرار الذين سطروا بدمائهم اروع التضحيات وانصع صور العطاء حتى سالت دماؤهم الزكية الطاهرة في سبيل الذود عن حياض البحرين ومقدراتها وامنها وامانها وفي سبيل الامة وصون مكتسباتها باعتبارهم انموذجا للتضحيات في سبيل حماية وطنهم واراضي الاشقاء من الدول الخليجية من الارهابيين والحاقدين والطامعين وتابع سموه قائلا اننا في هذا اليوم المهيب نقف وقفة اجلال واحترام وتقدير للمقام الرفيع لشهداء البحرين الذين قدموا اروع التضحيات في سبيل البحرين منذ التأسيس وإلى يومنا هذا وبذلوا دماءهم سخية من اجل عزة البحرين وسيادتها وعروبتها وليكون تكريمهم متصلا ومتواصلا بين جميع الاجيال ولتبقى ايضا ذكراهم العطرة تبعث الالهام والتدخل العزيمة في صدور ابناء البحرين من اجل حماية البلد والدفاع عنها والوقوف في وجه الحاقدين والطامعين وبذل الغال والنفيس في سبيل المحافظة على امجاد البحرين ولينعم ابناؤها في الحاضر والمستقبل بالامن والامان كما بين سموه ان المجتمع البحريني يعتبر من اعظم المجتمعات في التلاحم والتعاضل والتكاتف واعلاء قيم الانسانية والتراحم فيما بينهم ويتضح ذلك بكل جلاء عبر الالتفاف الشعبي المهيب حول شهداء الوطن وتقدير مواقفهم العظيمة اضافة الى الالتفاف حول ذويهم تقديرا لتضحيات ابنائهم التي لا تقدر بثمن وعرفانا وامتنانا لما بدلوه في سبيل الوطن لتبقى البحرين امنة مستقرة وتنعم بالخير اشتركوا في القناة لا يشهدوا كل Ciao 哎